كما تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته موقع المنطقة الخضراء المقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة وفي هذا الإطار كلف مدبولي بضرورة تحديد برنامج زمني للانتهاء من جميع المشروعات التي تحتويها المنطقة الخضراء كما وجه مدبولي بسرعة إعداد قائمة نهائية بمن تم تأكيد حجزهم للخيام القائمة في المنطقة الخضراء لمنحهم فرصة كبيرة لتجهيز معروضاتهم وأجنحتهم ومن المقرر أن تشهد المنطقة الزرقاء جلسات عامة وجلسات خاصة وأحداث جانبية ومعارض وأجنحة ويشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل الإعلام بجانب منظمات وهيئات معتمدة من قبل سكرتارية الاتفاقية